بكرة الفاينال. اليورو بطولة عجباك السنة او لا مش عجباك? جدا. عجباك. لسبب بسيط ان ما فيش فرقة بتخسر بسهولة. اه. يعني البطولة كلها. هنقول مسلا في مسلا حاجة و تلاتين حاجة واربعين ماتش. اه. هتلاقي ماتش او ماتشين بك كتير تلات ماتشات اللي الماتش خالص فيه بسكور. صح. بسهولة. لكن اللاعبة اول مرة شوفها المنتخبات الضعيفة اللي زي جورجيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والفرقة دي تحس انها بلعبوا فعلا على بلدهم. صح. دم والماتش يخرج تعادل وفي اخر دي تحس الروح عندهم اعلى بكتير من قبل كده حتى لو الامكانيات قلت. كنت بتشجع مين في الوقت? انا بصراحة طول عمري اسبانيا. مش عشان وسط الفاينال. والله. انا بحب الكرة الجماعية. اه. وبحب الفرقة اللي ما عندهاش نجم. اه. يعني اسبانيا اي حد اه. يعني الناس باسكوا تقول لها تقول لك يا مين يا مال افضل لعب في بطولة. اه. انا بالنسبة لي قلم. قلم. لانه اكتر لعب حاسم في البطولة. صحية. و ما هو بدره يتعور. عشان ينزل. يجيب الجول الاولاني في المانيا. ويعمل التاني. ماتش فرنسا هو اللي كسبهم. برضو في المجموعات كان مميز رغم انه ينزل بديل. اه. فيعني. بس يا مين يا مال اه. تحس ان انت بتقعد وانت بتفرج عليه تقعد تفكر كده. هو احنا ممكن يبقى عندها لعيف في منتخب مصر عنه 16 سنة بيلعب اساسي. ايه هو لو في مصر كنت زمانها تلاقي بيلعب في نادي استثماري بيدفع 30 الف جنيه في سنة عشان اتقايد. اصلا. خلينا بقى نبقى واضحين. اه. بما هو معرفش مين يخترع موضوع الاستثماري ده في مصر. اه. انا مش عارف مين صعب الفكرة دي. ان انت عارف الموضوع ده عندك اكيد تفاصيل. اه. انا تدفع 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 30 الف ولا عشان الف وتتقايد. اه. فكنت هتلاقي الامين يا مال ده بيدفع 30 الف عشان لعب مسلا في المقاولين في دجلة في الفرق اللي هي اه اه مع كامل الوحترام طبعا. 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 انا بس. انا اللي بيجنني انه معادي يا جماعة اللعيب اللي بيعنده 16 سنة ممكن يلعب عادي عساسي وكبير. احنا عندين هنا تلاقي 23 وعشرين سنة لسه صغير. اه. لسه يعني فيه لعبة كبرت. يعني مثلا محمد هاني دلوقتي بيلعب منتخب مصر. لديك صغار في السن. احنا خدنا. يقولك اللعب الصعاد. يقولك اللعب الصعاد. يقولك اللعب الصعاد. يقولك لعبة كويس وممتيز يعني. بس يقولك محمد هاني لسه صغار ايها جماعة. خلاص هيعتزل. ده في ناس هببطل تلاتين سنة كورة. اه. فهو المنتاليتي عندنا والفكر. اه. في الحتة دي لق ده صغير. لق ده ما يتحرق. ما يتحرق الا يا جرال. طلعوا يلعب ويتحرق. ايه المشكلة. وياخد فرصة تانية وثالتة. ويترجع المدرب. حالبك مش لعيب. بترجع المدرب. ما بس محمد المدرب عندك هنا. هي يقولك ايه. تخيل معي. طيب احنا مش تكلمنا على كولر ان هو راجل ما شاء الله. ودي اعنا متفق. متفقين عليها انه راجل ممتز. اه. ما هو بنكلم فيه. ممكن لو ادى فرصة لكريم الدي بيرس. وهو صغير. وانا شايفه خامة ممتازة. كان طقلك. هو شايف برضو ارجع وقولك وجهة نظر المدرب. طيب. هو اللي بيعمل دي. انا عسلك سؤال. تخيل مسلاك كابتن حسام حسن. جاب لعيب عنده 16 سنة. وفي كاس الهوم الافريقية بدأ بي اساسي وكمل بي البطولة. وخسر. تمام الناس هتعمل في ايه. ميلي اللعيب اللي جابه. عشان بس انتبقى. جاب لعيب كويس. بق كويس وبلعب في بيلعب ومقادة خلاص يلعب. المشكلة. ما في لعبك بيلعب تلعب تبقى وحش. ما في لعبة في منتخب كبيرة. نحن بس ان المدرب ساعات كمان من كتر الضغط. انت بيلعب لعب سوها يليم عندوش. بلعب كامل احترام برضو كريم بيلعب في برسلونة. بيلعب كل ماتش في 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 تمانين الف متفرج. وبيلعب ده دريال مدريد وبيلعب يعني. فهو ما عندوش الرهبة. لكن هو المدرب فاجئنا انه بدأ بيه. انا كنت متخيل انه هيبقى بديل. صح.